أعزائي المشاهدين ورجعنا لك تاني في برنامج دار الطبيب الفقرة دي استكمالاً لسلسلة الحلقات اللي عملناها في طب العيون جعلنا طلبات كتير من السادة المشاهدين عن عمليات تصحيح الإبصار عيوب الإبصار والقرانية المخروطية النهاردة احنا هنتكلم بشكل مركز عن عمليات تصحيح الإبصار لما جينا نختار حد يجي يتكلم معانا عن الموضوع ده زي ما عودناكم في برنامج دار الطبيب استضفنا واحد من النخبة مساء الخير يا دكتور إسلام مساء النور يا فادم أهلا وسهلا بحضرتك معي النهاردة دكتور إسلام أبو السعادات استشاري تب وجرحة العيون وعضو الجمعية الرمادية المصرية وعضو الجمعية الأمريكية لزراعة العدسات وتصحيح يوب الإبصار انتظرونا اشتركوا في القناة أعزائي المشاهدين ورجعنا لكو تاني مع دكتور إسلام أبو السعادات سعر خير يا دكتور إسلام سعر خير فانا دكتور إسلام في الفقرة دي في البداية حابب أعرف من حضرتك بشكل مبسط للسادة المشاهدين في عمليات تصحيح الإبصار يعني إيه فيمتوليزر؟ وإمتى المعايير اللي على أساسها بتكرر أن المريض ده حتعمله فيمتوليزر؟ عظيم هو طبعا حركة أنا أول أشكر حضرتك للاستضافة وأحيي طبعا الأسادة المشاهدين الكرام ونقول لكم صوت طيبين يا رب طبعا إن شاء الله تبقى أيام لأي جاية إن شاء الله تكون دائما على خير بخير علينا يا جميع والأمة المسلمة والعربية كلها يا رب إن شاء الله بالنسبة حركة للموضوع الفمتوليزر الليزر هو طول أو أداية بنستعملها في مجال الطب وجرات العيون والليزر متعدد الأنواع أهمهم بالنسبة لنا الإكزايمر ليزر في تصحيح الإبصار زي الليزيك أو البي أر كي مثلا والفمتوليزر وده مهم بالنسبة لنا جدا حاليا دلوقتي لأنه بقى من الأنواع المستحدثة الحديثة جدا بعد طبعا التقنية العظيمة بتاعة الله يرحمه العالم دكتور زويل بتقنية الفمتوليزر إنه ليزر فائق الدقة والحدة فنقدر نصمم بأشكال أنه إذا نوصل بي لدرجات من الدقة ما يمكننا أن نوصل لها بالليزر العادي يمكن الفرق الأساسي بينه وبين أنواع الأخرى زي مثلا الأرجون أو الياج أو الإكزايمر حتى إنه الليزر عادة بيحرق اللي في طريقه لكن الفمتوليزر هو أبارة عن ليزر دقيق جدا نقدر يخلخل أو يفصل ما بين الأنسجة وبعضها منتهى الدقة والتحديد فلو استغنمناه في القرانية نقدر نصمم بي لأشكال اللي احنا عايزينها سواء إذا كانت شريحة فائقة الدقة أو نقدر نعمل بيه أودايسة داخل القرانية في حالات الفينتوس معيل أو نقدر حتى نغير شكل إنه ناخد من القرانية أشكال معينة تسبح لنا بالترقية لو احتلناها في برضو كذلك الحلقات زراعة حلقات عمل طفرة كبيرة جدا في حالات القرانية مخروطية نقدر نقدر نزرع حلقات بالطريقة يعني في الأول في البدايات سمعا كان فيه طريقة البداية اليدوية كانت لها برضو بعض التحفظات وبعض العيوب يعني أو بعض الساعدة الفاكس أو يعني المضعفات ولكن الفينتوس ليزر عمل لنا حلقات أو عطلنا عمل أنفاء للحلقات بمنتهى الدقة بكفاءة وبنجاح عالي جدا لو كمان دخلنا بعد أو نزلنا بعد القرانية وصلنا للعدسة نقدر نوصل للعدسة اللي فيها الماء البيضة فممكن نوصل للماء البيضة ونقدر نعمل فتحة العدسة ونقدر نفتتها ويبقى دور التميق من غير الشتاء المشاريع وقدر يفتح لنا الأنفاء أو الفتحات لنشتغل من خلالها بمنتهى الدقة والسهولة فتسهل عملية كلها وتقلم وضعفاتها طبعا على الوقت كتر الإسلام أنا فهمت من كلام حضرتك أن الفينتوس ليزر هو التكنيك الأمثل في عملات تصحيح الإبصار كتير من صدر المشاهدين لما بيكون عنده مشكلة بيبقى فيه معايير على أساسها من حدد عملية تصحيح الإبصار اللي حنستخدمها معاه أفهم من حضرتك أن بيكون الأمثل بشكل عام استخدام الفينتوس ليزر ولا على حسب السيركمستانس أو الظروف المحيطة بالحالة بتحدد العملية أو التكنيك اللي حتستخدمه معاه السؤال الجميل بصفة نحرك هنا أنا دايما بحب أقول أن ربنا سبحانه وتعالى ربنا ووهابنا أو أدوات كتيرة نشتغل بيها ما ينفعش أعمم الآلة دي أو الأداة دي لكل الناس ما فيش حاجة تناسب الكل هو ده أنا ده كانتفرة وده أنا إضافة كبيرة جدا في مجال شغل بتاعنا ولكن علي أن أنا أختار أو دور الطبيب يختار مين اللي يناسبه لأن في بعض الحالات حينسبها جدا الفينتوس ليزر سواء زجنة عقرانية أو حتى في الماء البيضاء ولكن في حالات ما تسمحش بالعكس ممكن أنها ساعتها يعمل لها يحصل مضاعفات يبقى هنا باستخدم الألة الممتازة بس في المكان الخطأ فتسبب لي برضو مضاعفات هنا يجي الدور الطبيب أنه يختار الحالة هل الحالة دي أفضل له فعلا من حيث تصميم الشريحة لو نشتغل مثلا في الفينتوس ليزك هل أنا لازل أتجنب الفينتوس ليزك وأشتغل بقعد عيسة اللانتيكيول لها في حالات الإسمائل ولا خليني مثلا بلاش ليزك أصلا وخلينا فكر في الـ PRK كاليزر سطحي ونرجع للبدايات أو الطرق القابلة كده شوية ولكن لازلت هي أكيد فيه معايير حضرتك على أساسها بتحدد الاستخدام لكل حالة صحي كده؟ أكيد طبعا بعد إجراء الفحوصات طبعا نازل بيتم إجراء فحوصات خاصة لكل حالة على حد شاملة طبعا النظر العامل السن التاريخ المرضي تاريخ العائلي الشباكية الفحص القرنية البنتكام قاع العين دايما أنت بيبقى ملمة بكل الظروف المحيطة بالمريض عشان تختار له الأسلوب الأمسل الأمسل بالزبط طب دكتور إسلام عايز أعرف من حضرتك حاجة في كتير من أستاذ المشاهدين بيبقى عندهم موضوع بيأصبح من المسلمات إن أنا سواء كان عندي عيوب من الأبصار القرنية المخروطية إصابت بيها مش هتخليني أقدر أعمل عماية تصيح الأبصار أو بالأخص الليسك عايز أعرف من حضرتك تعليقك على الكلام ده إيه هل مريضة القرنية المخروطية ما ينفعش هيها من عملية تصيح الأبصار وفي حالة زي دي بيكون الحل معها طبعا ما بدأينا عملية تصيح الأبصار المفترض إن هي تساوي نظاره بمعنى إنه إنسان عنده ضعف النظر هو اللي بيمنعه إنه يشوف بصورة واضحة سواء إذا كانت طبيعة نظر يعني قصر نظر أو استجباتيز بعض النظر فإحنا بنقول فينا الضارة وعايزين نستانع عنها والاشتراطات اللي تنطبق على الليزك تنطبق على الفيمتو والسمائل الاشتراطات الأمين قرنة مخروطية دي حالة خاصة جدا هي عبارة عن مرض في القرنية وفي أنسغة القرنية بتؤدي إلى تدهور مستمر ومتزايد في العنتين قدامنا نقول أنه بايلاترال في العنتين عادة ولما بيكون متزايد ممكن يوصلنا في بعض المراحل المتقدمة إلى تشوف في الجهاز البصري لا يسمح برؤية مقبولة طب يا مريض القرنية المخروطية هل كده حاليات وقفت؟ لا بالضبط الحال يا دكتور لا إحنا عندنا طبعا حالين مع التقصي بدري اكتشاف المرض ده بدري فيبقى ممكن يبقى عندنا فرصة لعلاجه ودايما العلاج القرنية المخروطية نمرة واحد هو تثبيت المشكلة يبقى أول علاج هو التثبيت توقف التطور بالضبط كعالك نوقف التطور المتوقع لأنه ده بيجي في مرحلة تينيجر مثلا أو مرحلة ما بعد يعني ممكن طبعا بتحصل في بعض الحالات للأسف أطفال ممكن تحصل من 8 سنين إن حصلت للسيعة عادة بيقفل 12-14 وتزيد لغاية الـ 40 ودين تحصلها نوع من الهدوء الزاتي فلو عندنا الحالة متزايدة بقى لازم أثبتها أنقذ المريض الأول طب وقفت الحالة والمشكلة دي انتهت على كده أدور على أشوف إزاي هل أنا أثبت وبعد كده أدور على أشوف إزاي بالفيمتوليزر أعمل حلقات لو حلقة متقدمة طب لو حلقة بسيطة ممكن بعد ثبات الوضع ممكن أفكر في تصحيح نظر سطحي لو رقم بسيط بس بعض الحالات برضو ما بتسمحش ده وبتفكر أضطر أنا أدخل أو يعني أستغن أبعد عن القرنية وانزل لتحت واركب مثلا زي عالسات اللي هي التوريك يعني عالسات اللي هي خاصة بالأستيجماتيزم داخلية داخل العين فالمجال المفتوح كبير هل هل هو يعني ما عندوش فرص لا فيه عنده فرص وفيه بدايل بس أهم حاجة زي ما حضرتك قلت إن احنا نكتشف القرنية المخروطية بدري ده طبعا مش حيتم غير لما يكون فيه كشف دوري للمريض ويكون عنده وعي طبي بالكلام ده فرصة جميلة حالك أذكرت النقطة دي ودي يعني أحب أوعي دايماً السادة الأباء والأمهات لو لحظوا طفلهم بدري بيدعك في عينه كتير أو مش قادر يركز بيقرب زي داعي التلفزيون بيغلط مثلاً بيتكعبل بيديله لعبة ما بيعرفش لمسكها بشكل سليم أو سريع وبالأخص الدعك في عين المتواصل الحالات دي تبقى معرضة جداً إنه ممكن تحصل للإصابة قرامة دا فلازم هنا الكشف بدري ولو شك الطبيب العيون لازم يجرأت فحصات ودايماً الحالة في بدايتها أحسن من علاجها متأخر طب دكتور إسلام إحنا كده طمنا المرضى بالقرنية المخروطية إزاي إنهم يقدروا يعملوا تصحيح إبصار وإنهم بصيص كبير من الدوق والأمل فيه فئة كبيرة برضو عايزين نديها نفس البصيص من الدوق والأمل في العلاج مرضى السكر مرضى السكر اللي بيكون عنده مشاكل كبيرة وعيوب في الإبصار عاملاتها صحيح الإبصار هل بيكون فيه تكنيك أو أسلوب معين الأمثل لمريض السكر ونقدر نقول إنه هو نظره حيرجع تاني حتى لو مش بالشكل المثالي بس حيرجع إنه هو يقدر يشوف بشكل نورمل أو عادي عظيم برضو حيرجع أسكل لساعتك الأول النقطة كان يمكن عندنا في الطب بنفكر بطريقة بنقول الحالات مفيش حالة يعني مفيش حاجة اسمها في المطلق فبعض الحالات ممكن أقول عندنا موانع نسبية أو موانع مطلق فتصحيح الإبصار في مريض عنده سكر هو يعتبر مانع نسبي بمعنى إيه لو شاب صغير وعنده سكر بدري شوية ولكن هو منتظم ومحافظ على علاجه ومحافظ على الدايت بتاعه النظامه الغذائي ومحافظ على الرياضة لإن أمكن في النهاية وإن تحليل بتاعته كويسة ما ده متوقع بعد الشر عنه إن يكون المضعفات اللي ممكن تصيب العين متأخر قوي طب لهو بيعاني من ضعف نظره ونفسه يتخلى عن نظارة لعشان يعيز يعيش حياة عملية شخص رياضي بنت عايزة تتعامل بحرية مش مناسبها النظارة مع الحجاب مثلا يعني فبنفكر تقول طب في حل آه بس بشارط إن الجهاز البصري كله يكون سليم يعني ما يكونش في حد بدأ عنده تغيرات بالفعل في الشبكية أو نزيف لقدر الله أو مية بيضة وفكر في تصحيق بصار لا يمالك ده القوت ومش بس بعالجه أنا ممكن أستبعده ممكن أفكر الحلوله تبقى مختلفة ما اللي مثلا اللي تكون عنده مية بيضة طب من عشيل العدسة وازرع عدسة بالقوة اللي تمكنه إنه يشوف كويس ويستغني برضه عن النظار على الأقل إحدى منهم يعني البعيد أوري ولو إنه برضه فيه تقنيات ممكن دين دي مالتفوكل وكده بس المبدأ إنه ممكن يكون فيه حلول لو الجهاز البصري كله سليم بداية من القرانية مرورا بالعدسة والسائل الجسم الزجاجي والشبكية كل ده سليم يبقى أنه ممكن ديره فرصته طالما ما فيش توقعات بالمضاعفات لكن لو جاء في مرحلة متقدمة شوية ممكن تكون له بداية الأخرى بأبساطة ليه موضوع زرع عدسات طور إسلام فيه كتير من الأبحاث نظهرت في العوانة الأخيرة يعني إن نقدر نقول في أقل من سنة بتقول إن إحنا نقدر نستخدم الفيمتوليزر لعلاج الميا البيضة من المستوى الأول أو من البدايات الميا البيضة عند المريض عايز أعرف من حضرتك تعليقك على الأبحاث دي إيه وهل نقدر فعل إن إحنا نعتمد على الفيمتوليزر كعلاج أساسي للمراحل الأولى من الميا البيضة ولا لا مش ده الأساسي عظيم طبعا حركة إحنا بنعالج الميا البيضة إن إحنا بطالما بقت حاجز يمنع الرؤية بخضوح بنفرغ العدسة من محتوها وبنزل العدسة تانية صناعية شفافة وبأرقام القوة اللي تناسب الشخص أو العين دي فالأدوات المستدامة فيما سابق كانت الجراحة كان ممكن الأول زمان خالص طبعا كانت العدسة الكلاب تتشال ونلبس ندارة طبعا تخينها جدا ولكن زراعة العدسات بقى تطورت جدا إن إحنا نقدر نحط عدسات بدقة عالية بس دي تستلزم تقنية جراحية عالية برضو فعشان نصر عدسة بنسميها premium عدسة فائقة الجودة عشان أقول إن أعايزة صلح عيوب الإبصار بما فيها مثلا البعيد والقريب عايزة صلح الاستجماتيزم بالكامل هحتاج هنا دقة أعلى شوية فنننسى بقى القديم وننسى الجراحة ونقول طب الفيكوينس دي يسمح أه طبعا الفيكوينس دي يسمح بس الفيمتوليزر هو اللي جاء إدانا سوبرير إدانا يعني نرتفوق في المجال ده لأن التفوق هنا سمح لي إن أقدر أعمل فتحة مناسبة جدا بالحجم اللي أنا عايزه بالزبط وازرع العدسة بدقة عالية وحسابات فائقة إنه فعلا تدينا نتيجة رائعة طيب خلينا أقول لحضرتك برضو إن كتير من أستاذ المشاهدين لما بيسمع عن الفيمتوليزر ما بيبقاش فاهم الفيمتوليزر هل حيديني نسبة البصر ستة على ستة ولا بيديني نسبة بصر إن أنا برجع نظري للعادي فعايز أفهم من حضرتك الفيمتوليزر المدى بتاعه فين عارك أستاذيناك برضو عشان أستوضح منك الفيمتوليزر في علاجة تصحيح الإبصار مش الكاترة بلغتي ففي تصحيح الإبصار دايما بقول للشخص يعني لابس نظارة أو مثلا لابس عدسات وعايزة تخلى عايزة بقى يعني يحس بالحرية شوية وعايزة يعمل بقى يشوف الطريقة المناسبة له هندور على الطريقة الأفضل سواء إذا كانت ليزك أو فيمتو أو باتيفور يعني المهم أن يكون عندنا طريقة مناسبة له هل هتديني أحسن؟ أنا أقدر شوائد بدأ ولكن بنقول تاني برضو إن التصحيح الإبصار هو تعويد عن النظار فلو جهاز البصري بتاع الشخص لكن لو كان فيه ظرف خاص زي مثلا طفل ما كانش بيلبس نظارة من صغره فحصل عنده نوم من الكسل بالذات في عين عن عين لما بيعمل عملية هو كبير ما يقدرش أبدا الجهاز البصري يستوعب الصورة الحلوة اللي ظهرت فجأة قدامه بيحتاج هنا تنشيط وكان ما فوالتنشيط ده يكون بدري فما تقدرش توعده أبدا أنت هتقدر تخلي العين دي زي دي فالعين اللي بتشوف مثلا 6 على 18 يبا هي دي اللي أزال هو ده هدفي أنا أوصلها يعني أنا أقفل من حضرتك إن إحنا نقدر نوعد المريض إن إحنا هنديله نفس النظر اللي كان بيشوفه بالنظارة بس من غير النظارة بالزبط كده صحي كده؟ ممكن نضيف جزء صغير جدا بس عشان يعني يمكن ادفانش أو ميزة زيادة شوية طبعا النساسي الإبصار في القرنية بحكم أن هي قريبة من المركز العين بتدي صورة أفضل من النظارة بس ده مش وعد ولكن بيقول إن هو فعلا تحالات كتيرة تبقى أحسن شوية من النظارة طيب خلينا ننتقل مع حضرتك لحاجة مهمة جدا وجالي عليها كمية أسئلة في فيرنامج دار الطبيب مش طبيعية الكاستم ليزك سيدة مشاهدين ما بيبقوش فاهمين المصطلحات الطبية اللي بيسمعوها يسمع إن الكاستم ليزك هو أفضل حل يسمع إن لأ فيه تكنيك تاني هو الأفضل في البداية بشكل مبسط ليه أولاستاذ المشاهدين عايزة فهب يعني إيه مصطلح كاستم ليزك عظيم بصحرك في الأول بداية طبعا إحنا بعد التطور اللي حصل في نوع الليزر المستخدم لو الإكزايمر طبعا هنتكلم عن الإكزايمر الليزر ده بعد ما كان تخواص معينة فيه تحديث فيه كبير دلوقتي فبقت جودة الرؤية منه عالية جدا ولكن لازال هو بيعتبر محدث عن الأديم خلاص من نجعل بالحاجات الأديمة البروت بيم وبتاع ده خلاص انتهى احنا بنتكلم على حاجات دقيقة جدا بس الستاندرد بتاعنا اللي هو مثلا زي التقنية العادية دي بقيت تفي بالغرض لأكتر من 80% من المرضى بتاعنا أو بلاش يقول للمرضى أنا بحيبش أقول كلمة مريض تحد يعني يمكن التصعيي النظر ده حاجة رأيية اللي حتبتبر في حالات كتيرة رفاهية وفي بعض الحالات طبعا تبقى ضرورة فنقول إنه بيناسب كتير جدا طب الفئة اللي بقى الأقل ليال 20% أو 15% من الناس دي دول بقى اللي ممكن يكون عنده تعرض مثلا لمشكلة في القرنية قبل كتير ممكن النظارة دي بقيت ينفعش معاه الكاستوم بليزي لأ ينفع معاه بالعكس دي أنا أقصد أن أقول إن الحالات دي تبقى استثناء إن العادي مش مناسب مش حيديني الرؤية كافية فلازم يبقى معاه كاستوم فهنا فتكره بالضبط حدثك آه الكاستوم بيناسب فئة دي اللي ممكن تلاقي إن النظارة ما بتجيبهوش الصورة 6-6 مش بيعرف يشوف بالتفاصيل اللي يتمنىها واحد عايز رؤية عالية بسوق أو طيار أو حاجة عايز يشوف شارب برضو ممكن يكون فيه بعض اللي نقول العوجاج أو عدم الانتظام اللي في شكل القرنية لا يسمح بالليزيك العادي إنه يوري له صورة اللي هو مطلوبة اللي يتمنى هنا الكاستوم ليزيك يجي دوره والكاستوم ليزيك طبعا ما بني على يعني على أساس معين اللي هو ممكن يكون بقياس اللي يصارب كلية للعين أو شكل القرنية سواء إذا كان بجهاز اسمه توبوغرافي أو جهاز بيصور برضو توبوغرافي برضو بيصور حالات أكتر يعني عشو مش حاجة تقطيل في الجزء ده بس هو يعني له أسس مبنية عليها وبنختار الأفضل للحالة هل أنا محتاج له تصميم بس تفصيل يعني تتغير التصميم الخارجي للليزر أو نقول الابليشن بروفايل أو تصميم الليزر اللي بنزعها القرنية يناسب القرنية بالتحديد ولا يناسب أسارب كلية بما فيها الجسم الزجاجي والعدسة كمان طب دكتور إسلام دي يكون فيه موانع بيتبقى عند بعض الحالات لإجراء الكاستوم ليزيك ولا الكاستوم ليزيك نقدر نقول إنه هو ينفع لكل الحالات اللي تنطبق عليهم المعايير اللي إحنا حددنا بصحي كوافيل أول كده كلمة أقولها إيه يعني ببساطة if it's not broken don't fix it يعني طالما إنك تقدر تعمله بالأبسط اعمله بالأبسط بس فعلا فيه حالات بتستحق لما تنقل حالات بتاعت الكاستوم ليزيك دي تستحق بنازم دولها الأفضل إن الكاستوم ليزيك مش بس مجرد نوع واحدة والتنين والثلاث نعرف إن فيه كلام بيطلع كتير على الميديا إنه ممكن بتقلق أسامي كتير وهو مسميات تجارية شوية ولكن هي الحقيقة لازم للطبيب يكون بيتعامل بوعي يعني إحنا بنتكلم في الطب فاختياراتنا زي ما قلت حريك في البداية إنها عندنا أدوات معتعددة أشوف الأنسب هل المريض ده عايز يشوف قراءة يبقى فيه حاجة اسمها بلندد فيجن أو فيه إف كات هل عايز أعمله يعايز رجل طيار أو عايز شوف حاجة بعيدة ممكن أعمله أناليزر يبقى أنا أشوف كده حيات البعيدة جدا هل كان عنده مشكلة في سطح القرانية هعمله تصميم خاز لوتيكات عشان تصميم شكل القرانية أعدله فيشوف أفضل طيب هنا بحتاج أعمل فحوصات وتقييم بحتاج جدا البنتاكام بحتاج الكشف النظر بتاعه حسنا نظره هو حدوده قد إيه وتوسيعه وشوفش شباكية والعدسة خلينا أقل لك سوط الناس يا دكتور إسلام فضل فيه كتير من اللي بيعملوا عملية تصحي الإفسار بيبقوا قلقانين وبيسمعوا أنا عملت مثلا فمتوا ليزر وبعد كده النظر ضعف تاني متبقاش حلوة حد تاني يقولك أنا عملت ليزك وبعدها النظر ضعف تاني لما بيسمعوا كده بيبقى عند المريض هاجز كبير وتخوف إن ما بعد العملية بفترة مش شوي قليلة يبتدي يحصل كانباك أو يبتدي الحالة تضعف تاني عايز أعرف من حضرتك نسبة الناس دي بيكون كان في المية وإمتى ده بيحصل هل فيه روشتة ممكن نوجهها لسادة المشاهدين إن هو يحافظ على النتائج اللي حصل عليها من عملات الصحيح الإبصار طبع حالتك نحن يعني بالنسبة لحالات الارتداد الجزئي اللي بحالك بتقول نحن نتكلم عليها بنسميها ممكن إلا لو كان من البداية النظر ما كانش مناسب أنا بأتعامل لطي مع ماريد بيقول إن هو كان شايف في البداية كويس ونظره أقل طبع هل هو كان اتعامل في وقت مناسب ولا كان بدري شوية عالفين النظر مفروض بيتغير في الإنسان مع نموه لغاية ما يوصل للمرحلة سنية معينة تدي فيها الثبوت بتاع الأرقام عادتها عند سن 18 للبنات عند 20 الولاد تقريبا في الفترة دي لغاية ما نتأكد إن كل شيء مستقر يبقى لازم السن يكون مناسب وبدلالات يعني لازم نكون لديه عندي فحوصات أو فيه كشفات تثبت يعني ثبات النظر ده بالفعل اختيار النوع المناسب زي ما ذكرنا من شوية فيها أنواع ممكن تكون النوع المستخدم ما كانش الأنسب حتى لو كان أعلى مش مهم هنا فكرة نوع ما كانش الأنسب يعني أنا أفهم من كلام حضرتك إن بيرجع للطبيب إن هو لو رأى المعايير كلها في إجراء العملية مش هيحصل مضاعفات تاني لما بعد العملية صحي كده؟ إن شاء الله طبعا سبحانه وتعالى كمال الله وحده ولكن بنقولي برضو لازلنا نتكلم نقولي إن إحنا لأخذ بالأسباب لأ مش مفوض يحصل مشاكل طالما تاخدت كل المعايير مصبوط طيب في إيجاز شديد عايز أعرف أن حضرتك كتير من سيدة مشاهدين بعد عملية تصريح الإبصار بيشتكوا من الجفاف العين يبتدي يقولك أنا العين عندي أصبح فيها جفاف أول حاجة عايز أعرفها من حضرتك العلاج لجفاف العين ما بعد عملية تصريح حيوب الإبصار بيكون إيه؟ وهل هو بيكون فترة وجيزة وحينتهي لوحده؟ ولا لأ؟ عزيز بص حركة بالنسبة لجفاف العين ويمكن ده أعتقد دم مصد كاما أكتر مضاعفات شائعة الحدوث مرتبطة بالليزك بتوصل 6-8% من الحالات بتعاني من الليزك من الجفاف اللي علاج إحنا لازم من البداية نكون عارفين هو بدايته زي أصلا بيظهر من إيه؟ يعني ظهر هل عنده كان عنده جفاف من بداية؟ هل كان بيلبس عدسات من بداية؟ هل كان عنده مشكلة أمراض معينة كانت بتقلل دموع العين؟ فلو كان فقا حاجة زكاية لازم بتتعالج من قبل اللي عملية أصلا يعني نفهم من حضرتك أن أساس علاج جفاف في العين بيكون العصور على الأسباب بالزبط في البداية المفترض أنا أوصل عند بعد 3 شهور مفيش أكتر من 6% بس اللي ممكن يكونوا بعينه وممكن يستمر بهم قطرات مرتبة بس الفترة قصيرة لكن مش هطول بيهم عايز أقول له حضرتك إحنا أكيد لنا لقاءات كتير مع بعض الوقت معك بيمر بشكل سريع جدا أشكرك عشان بس وقت البرنامج أنا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك يا دكتور إسلام وأكيد لنا لقاءات تانية كتير إن شاء الله أشكرك عزيزي مشاهدين أتمنى نكونوا استمتعتوا في حالة النهاردة من برنامج دار الطبيب انتظرونا في حلقات أكتر مفاجئات أكتر على شاشتكم شاشة قناة الصحة والجمال شكرا